حتى الآن عدد الشحنات اللي نفت إلى أهلنا في قطاع غزة ديفاً؟ نحن نتحدث الآن عن ما يقرب من 750 شحنة بالفعل نجحت بالعبور داخل القطاع شحنات التحالف منها تمثل ما يقرب من 300 شحنة من التحالف لأنه متحدث في الدفع الأولى 108 شحنة ثم 50 شحنة بشكل أسبوعي الأسبوع الماضي أربع أيام والآن هذا الأسبوع لدينا عدد آخر من الشحنات 750 شحنة دخلوا بالفعل القطاع على أي أساس بتحدد عدد الشحنات اللي بتعبر؟ سمح سلطات الاحتلال بدخول الشحنات والأسف أن الموضوع مش عندنا لأنه برضو خلينا نعرف الناس الموضوع بيمشي إزاي بالضرح أرجوك شحنات موجودة والمساعدات موجودة تتكدس أمام معبر رفح في مطار العريش لدينا كم كبير من الشحنات وإذا أردنا أضعاف وضعفة من هذه المساعدات المصريين لا يبخلون بأي حال من الأحوال على أخوانهم في اقتغز ولكن سلطات الاحتلال تتعند بشكل كبير في إدخال المساعدات العربيات بعد ما بتجهز بيتم النهاردة قاعدة تجهزة بشكل معين بيتم فصل المساعدات الطبية عن المساعدات الرجزائية عن السوائل والمياه تبدأ تدخل المعبر تفتش تتحرك 50 كيلو عشان تروح معبر إلى أوجة ثم سنتانة اللي هو سلطات الاحتلال عشان خاطر تعيد عشان توضح لسادة المشاهدين بردو يا فندم هل ده الطريق الطبيعي؟ طبيعي ما كانش طبيعي يحصل لأن خلينا بردو نتكلم في نقطة لا أقصد الطريق يعني العبور لهذه المعابر هل ده الطريق الطبيعي ولا في طريق أكثر ممكن توصل لا هو ممنوع النهاردة أنها تاخد أي طريق تاني خاصة كمان فيه أزمات أكبر أن أصلا أغلب الطرق تم قصفها نحن هتحدث عن طرق غير ممهدة هتحدث عن طرق في حالة حرب حضرتك النهاردة السوائين بياخدوا الشاحنات بيتحركوا 50 كيلو في الداخل سلطات الاحتلال واللجان المعنية والمشكلة من الأمم المتحدة والأولاد الأحمر الفلسطيني بيرجعوا على الحاجة ثم يرجع تاني مرة تانية بتتكلم عن رحلة قاومها ما يقرب من 100 كيلو لعملية فقط التفتيش قبل تفريغ الحمولة من الشاحنات المصرية وإعادة تعباتها مرة أخرى في الشاحنات التابعة لهلال الأحمر الفلسطيني ثم دخولها لقطع غزة عايزيني أأكد عن نقطة مهمة كمان احنا بنسلم الكلام ده المين يعني المساعدات احنا النهاردة بنسلمها للمين احنا بنسلم المساعدات لهلال الأحمر الفلسطيني وللؤنرواه حتى لا يتم بأي حلم الأحوال الترويج أننا نقوم بدعم أي طرف على حساب طرف آخر أو محاولة إلباس ما يحدث بشكل غير مفهوم ودي كانت نقطة مهمة جدا وإحنا كنا مركزين جدا في إجراءات توصيل المساعدات اشتركوا في القناة